لمن يوهمه الفن على نغم اف ام وضفنا النجم ايهاب بفاهمي وزوجته الجميلة يسرى وجيه. عايزين بقى نروح لشعبان الجربعة. اولا ايه الاسم ده? ثانيا ايه الشكل ده? ثالثا ايه الاداء الرائع جدا ده. فتعالا نروح للشخصية دي ومبروك مبروك مبروك. وانا قاعدة قصادك دلوقتي يا ايهاب انا مش حاسة ان انا يعني. لا. ده ده ايهاب ايها. ايها شعبان الجربعة شكل مختلف تماما. مالبوز. مالبوز. اهو شعبان الجربعة. الاسم طبعا الاختيار ده بيرجع الى المنتج صديق العزيز ريمون مقار. اه ونجلال حديني طبعا. كاتبة العمل. اه مؤلفة العمل. هو هو الحقيقة لانه اه من المنتجين اللي بيعودوا اه من اول مشروع من اول فتح الباب لحد قفل الباب بيرع بيشوف كل حاجة وبيبقى على كل حاجة. في كل الشخصيات بتبقى هو المؤلفة بيبقى عامل كده وركشوف. اه فده اختيار اسم شعبان الجربعة. مم. وتميز الاسم يعني رانين الاسم هو عمل تميزه الشخصية من اول نطقة. ايه صحيح. وطبعا نازم نبقى مؤمنين الممثل بيجيله لحظات وشغال مش بيزود او بيزودش او يعني بيجيل لحظة ايه? الهام تجلي. مم. بيمخرج طبعا لازم يوافق. فبيوافق. مم. بالحقيقة في لحظات في اثناء شابان الجربعة كتير جدا. كان بيحدث لي النوع من انواع اللي ان انا بحط حاجة من عادة. مم. نتيجة الموقف مش نتيجة يهاب عادي تضحك او يعني انا دايما المؤمن ان فيش حاجة بتخرجي برا الدولات بقى في زي الدولات. تعالى نفتكر كده زي ايه? يعني ايه الموقف اللي حصل في ده. آآ هاني عادل قال آآ في نهاية المسلسل قال آآ آآ ما استاني مريهان. آآ استاني بس لما نشوف الجربعة ده عايزة. آآ. مجموعة جربعة. آآ مجموعة. آآ. ف وفي نفس الوقت في اللي هي الجملة بتاعت اهلا. آآ اهلا دي انا آآ آآ اعتقد قلتها من اخي اللي شادي مقارلو بيعمل شخصية خالد. آآ. صار شادي من المؤسسين اللي بدايتهم جميلة جدا ان شاء الله وعمل دور مهم جدا في المسلسله. وانا بقوله مبروك على ده الجميل ده. آآ ان انا بدأت مع قلتروا اهلا. آآ. فوظفت اهلا مع كل التقاء آآ آآ لأي مصيبة هتحصل. آآ. آآ. يعني انا بقى اهلا. آآ. فاللي هو ايه? اهلا بيكو يعني. آآ. تعالي حتى. اتقالت آآ ممكن اتحطت في حتة في الاخر. آآ. واعتقد ان الجمهور لما يبقى متابعة وانا كنت مبسوط جدا متعالية الجمهور. وكنت مستغرب الناس خدت بلا ازاي من الجملة دي. مع ان انا عاملها باحساس. انا في الاخر لما انقلبت على اكرم. مسلم وتسليم اهالي. فلاقيته لما قلت له ابقى كرع الود. آآ. الجملة اللي بتاعك. لما بكرعه وبعدين ابقى ايه? ابقى ننزل. ابقى ننزل. قلت له اهلا بيك. آآ. فوكأن اني بقول في اللحزة دي. كأنك بتتوعده بقى. هو ده التوعد. آآ. بالزبط. دي بتبقى وليدة اللحزة. آآ. الله. دي الجمل اللي الممثل بيتأثر بالشخصية. وبيعيش بالشخصية جدا. فبتطلع منه بعض اكتهادات. آآ. دي اللي انا بقول لك عليها ان الانسان ساعد بيبقى هو بيشغاله ومندمج قوي. بدي احصل حاجات. بس. ايهاب فاهمي لما بيتجلى في ادواره. ما يعني. ويتطلع على الحاجات الحالة. اول حاجة خالص كانت معلقة مع الناس لما كان بيكنتو في الميتينج وقال له ده نساب في عقم. ده نساب. آآ. برافو. ايو مصباح. هنا مديرة الاعمال الشطرة. المتابعة. انا انا طول المسلزل انا خايف يحصل آآ يعني عدم يزع سوى التفاهم عند الجمهور. يقول لك هو ليه شعره? وليه? فكنت لازم اثبت. آآ. اشمع ان انا اللي في الفلاشباك. آآ. وفي الباك. يعني في النهو يعني. بنفس اللون الشعر. آآ. ليه انا الوحيد اللي شكلي جيم. آآ. عشان بقول له ليه? انا كبرت. آآ. احنا مرة عشر سنين. آآ. فبقول له عايب عليك ده نساب. ده نساب. اولا الجملة. آآ. تحمل معناه. آآ. ان انا خبرة. آآ. يعني ان انا كبير في السن والسن آآ آآ علمني. وده شعري ابيض. السن وانا سابغو. آآ. وفي نفس الوقت ان انا بارمي عشان الناس ما اتطهش. آآ. مني. ما يعصلش نوع من انواع ايه? آآ. يعني دايما التركيز في التفاصيل هو اللي بيوصلك للهدف. صحيح. يعني بتركيز تفاصيل الدور في كل التفاصيل الشخصية بتوصلي. بتعايشت جو الحكاية. تماما. آآ. يعني هكذا تعلمت وهكذا تربيت. وهكذا ايها فهمين. مين اللي اختار لك الشكل ده? يعني السابغة الشكل البدلة ده الحسنة كل الحاجات كل الشكل. آآ يعني بالنسبة تمانين في المية هي أسرة. آآ اشترك معيها بعد كده او يعني. اتنين صراحة. يعني بالاختيار طبعا مع الاساس ريمون مقار المنتج. مستاذ شري عبدالسلام. هي كانت الحقيقة كانت بتحض اختراحات. يعني شكل الشعر. في طريقة السواد دي كان فيه طريقة معينة. هي لغتها. قالت لأ هيتعبنا وحنشيله وحياخد وقت. وهياخد مجهود وهي عارفة ان انا يعني عندما اتعايش بابقى نيرف شوي. يعني بابقى مدايق.